لَلَّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ عَلَيْهُ مَنْهُ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فشهر رمضان هو شهر القرآن شهر القرآن لأن الله عز وجل أنزل القرآن كاملاً في ليلة القدر في شهر رمضان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا وخلال ثلاث وعشرين سنة تنزل القرآن على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم منجماً أي مفرقاً وبعد ذلك جمع قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جمع مرتباً من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فيعيش الإنسان المؤمن والأخت المؤمنة في رمضان مع القرآن من خلال إلزام هذه النفس بختمة كاملة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كل يوم يقرأ الإنسان أقل شيء جزءاً من القرآن القرآن ثلاثون جزءاً كل يوم يقرأ جزء كامل وكل جزء تقريباً هو عبارة عن عشرين صفحة ليس بالشيء الصعب أو العسير ولكن أوسي أننا نعيش مع القرآن ليس فقط من خلال الكراءة نعيش مع القرآن في رمضان من خلال الكراءة والتدبر والعمل به من خلال إقامة حروفه أن نجود حروف القرآن ومن خلال إقامة حدوده أي العمل به يقول سيدنا أنس رضي الله عنه كمتان للقرآن والقرآن يلعنه بمعنى يقرأ أن الله عز وجل يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكاذبين ويكون هذا الإنسان يقع بالظلم ويقع بالكذب لأنه لا يعمل بالقرآن فنعيش مع القرآن في شهر رمضان نعيش من خلال القراءة والتدبر والعمل قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ونبشر الأخوة القارئين العاملين بالكرآن في رمضان وفي غير رمضان ليس فقط في رمضان بأن لنا بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا 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 لا